بسم الله ان شاء الله نبتدي مع بعض الكورس 3D Max الكورس موجه لأي حد محتاج يتعلم تصميم خارجي هنتعلم على مشروع واقعي وموجود فعلا الشرح مش محتاج انك تكون عندك معلومات مسبقة عن AutoCAD او 3D Max او Photoshop كل حاجة هنبتديها مع بعض بالنسبة للبرامج هي متوفرة تقدر تطلبها في اي وقت وبالنسبة لملفات العمل فأكيد هتوصلك ملفات العمل هتوصلك في فولدر بالشكل ده كده لو فتحناه هنلاقي محتوياته فايلات الكاد وكل ما يخص فايلات الكاد اللي هتوصل لنا ملفات المابس البيت ماب اللي هنشتغل بيها والمودلز كل المودلز اللي هنستخدمها تقريبا في الشرح عشان ابتدي اي مشروع سواء كنت بشتغل مع تيم او بشتغل لوحدي بشتغل في مكتب او بشتغل في البيت اي مشروع بشتغله بعمله نيو فولدر طريقة التسمية مهمة جدا عشان ترتيبي الفايلات وقدر اوصل الفايلات بتاعتي بسهولة بدون اي مشكلة سواء كنت شغال في مكتب مع تيم فيقدروا يوصلوا للداتا بسرعة او انا شغال مع نفسي فقدر اوصل للداتا بتاعتي باكتب اول حاجة السنة بحيث الترتيبي بقى جاي بالسنين بعد كده الشهر بعد كده اليوم وباكتب اسم المشروع اسمه مويز اقدر اوصل للمشروع بسهولة بيكون معروف للتيم عاية بيكون سهل علي في ان انا هشير المشروع بتاعي مع تيم بحيث نقدر كلنا نشتغل على نفس المشروع في نفس الوقت لو فتحت الفولدر هتلاقي التأسيمة بالشكل ده كده تقدر تترتيبها بنفس الترتيبة دي او تقدر تختلف مفيش مشكلة فايلات الاوتوكاد وفايلات الماكس فايلات الشوب اللي انا هشتغل بيها بوست بروداكشن وفايلات الريفرانس وفايلات الفاينال بتاعي بعد اما خلصت الفوتوشوب والبوست بروداكشن البدي افات سواء كانت الشوب دروينج او الملفات الرندر الفاينال والفايلات اللي اتبعتت سواء اول تعديلة او تاني تعديل او تالت تعديل وكل التسليمات اللي اتسلمت سواء اجزاء المشروع او المشروع كامل بتكون دايما موجودة هنا عشان ابقى اعرف انا ابعت ايه و ايه اللي ما ابعتش ده كده عشان ابقى شغال مزبوط اقدر اوصل لفايلاتي بسهولة ويقدر اي حد موجود معاه في التيم يوصل لأي فايل بسهولة هبدأ افتح كده فايل المشروع بتاعي بالشكل ده هنا افتح ال data كمان بالشكل ده كده اول حاجة هدخل على فايلات الكات بتاعتي محتاج فايل المشروع ممكن كمان اخد ال bdf بتاعت كل طابق واضح ان هنا في المشروع عندي اللي وصلني واللي احنا هنشتغل به ان الفايلات بتاعت المشروع دي هي عبارة عن bdf مش فايلات كات يعني الشركة اللي اشتغلت المشروع ده مش هي اللي هتكمل المشروع فبالتالي بيبقى العميل او الشركة التانية اللي هتشتغل design بتستلم bdf بس فبالتالي لما بيوصلني سواء المشروع بتاعي في الشركة او لو انا شغال freelance بيوصلني عبارة عن bdf قادر اكونفرت اي فايل bdf لكاد وقدر اشتغل به في الحالة بتاعت انا مش محتاج غير الارض بس الموضوع يعني الفيلا هتكون بسيطة او صغيرة واصلني كمان بعض الاجزاء اللي لازم اخد بالي منها في التصميم وبعض الماتيريالات او الخامات فبالتالي ممكن ااخد كل الاجزاء دي عبارة عن فايلات الكاد اللي هنا بعد كده فايلات الماكس هي دي اللي انا هشتغل بيها فايلات الريفرنس لو انت بتدور على الريفرنس تشتغل منه او جايلك ريفرنس من عميل او جايلك ريفرنس من سينيور عندك فبالتالي بتقدر تحفظها في الريفرنس وبدأت تشتغل بيها حاليا مفيش الريفرنس بس ممكن هنشتغل بالماب والمودلز لو حابب تشتغل بنفس الاسلوب بتاعنا مفيش مشكلة حابب تطبق نفس التولز ولكن هتشتغل على الريفرنس مختلف مفيش اي مشكلة خلينا نبتدي اول حاجة هروح هفتح فايل الكاد بتاعي اللي انا عملت له كونفيرت سواء هتعمل له كونفيرت من اي ويب سايت على النت او هتعمل له كونفيرت من الاطوكاد نفسه انت في الغالب بيجيلك ملف كاد احتمالية كبيرا بيجيلك بدي اف لانه العميل هو اللي بيوصل لك فبالتالي بيوصل لك بيجيلك بملف بدي اف ما بقدرش يجي اخد ملف اوتوكاد من الشركة اللي عملت له الدزاين لو انت بتعمل ريديزاين للفيلا سواء كان خارجي او داخلي فبالتالي هفتح فايل الكاد بتاعنا بالشكل ده محتاج بس ان انا هنضافه لو في اي شوائب او اي اجزاء موجودة خارج الجزء اللي انا هشتغل عليه درم صحة مفيش فيها مشكلة بس حاليا مفيش اي حاجة بس في مشكلة بسيطة انه الفايل مش في السنتر مش في سنتر الاوتوكاد فبالتالي ده هيواجهني مشكلة كبيرة جدا في الماكس انه لو انا قدرت اشتغل على الفايل الفايل مش هيرندر ولو الفايل تقل معايا حجمه بدأ يكبر معايا في الشغل فبالتالي احتمالية انه هيدرب كتير وفي الغالب مرة من المرات مش هيفتح معاك ده على افتراض ان انت هتوصل للاخر خلاص هو مش هيرندر تمام فبالتالي هعمل سيليكت على الفايل كله والناس اللي ما بتشتغلش كاد انا اقدر اعمل سيليكت ازاي بضغط كليك في اي حتة فاضية كليك شمال وبسحب من غير ما اضغط اي كليك رفع ايدي من على الكليك وبعدين باضغط في نهاية المشروع بتاعي من الناحية التانية بالشكل ده كده انا كده عملت سيليكت لو ضغط كنترول سي مع بعض الاتنين اضغط كنترول وبعدين اضغط سي ما شيرش ايدي من على كنترول كنترول سي واضغط على حرف الزائدة اللي هنا ده هيفتح لي ملف جديد هتأكد ان انا بوقف في السنتر زي ما انتا شايف بالشكل ده كده وهضغط كنترول في فبالتالي بيحط لي الملف في الكليك بتاعتي اقدر اضغط كليك في اي مكان فانا هحطه في السنتر لانا هشتغل في السنتر اوكي هلاقي في مشكلة تانية المشكلة بتاعت السكيل انا عملت زوم ان كتير جدا فواضح ان السكيل مش مزبوط خصوصا لو هو جاي من بدء اف اكيد هيبقى مش مزبوط بس انا عندي معلومات مهمة انا عندي معلومات ان الحقط هنا عشرين سنتي وعندي معلومة كمان مهمة انه الجزء ده مكتوب عليه هو كم متر فهو اتنين متر عشرين اا اكتر حاجة هتخلي واضحة هتخليك تأكد لك انه السكيل مش بايز اصلا حتى من غير ما تعمل انه الخط ده مش كر يعني متكسر بالشكل ده كده الدنيا مش مزبوطة قوي فكل اللي هعمله هعمل تاني على المشروع كله بعد كده هضغط وهضغط انتر هو اعمال السكيل اهوت هضغط انتر فبالتالي بيقول انت عايز تعمل سكيل اختار فهختار ده مقاس انا عارفه فانا هختار اللي هنا اوكي بيقول انت عايز تعمل سي ولا ار هقول له ار وقول له انتر تمام بيقول لي اختار اللي انا هعمل لهم مقاس اللي انا عارف المقاس بتاعهم كام فمن هنا لهنا انا عارف المقاس ده كام المقاس ده اتنين متر عشرين. كده انا اخترت هتغط هنا عشان اكتب اتنين متر عشرين اللي هو اتنين متر عشرين بالشكل ده كده سنتي واقول له ميتين وعشرين سنتي واقول له enter فكده زبط لو جيت اعمل هنا كده اختار بس المسافة دي كام? فاقدر اقول له محتاج من هنا لهنا المسافة دي كام? هتليها اتنين متر عشرين اللي هما الاتنين متر عشرين دول. اوكي انا كده تمام. طيب محتاج اصيف الفايل. طبعا انت اكيد لو ده مشروع كبير فانت اكيد مسحت بعض الاجزاء اكيد مسحت آآ مسحت حاجات ما انتاش محتاجها في في الفايل بتاعك. فبالتالي ما ينفعش اسيف الفايل بتاعي ده على نفس الفايل. لأ. هقول له فايل واقول له محتاج اسيف الملف ده برع عن فايل كاد محتاج اسيفه هنا في نفس المكان ولكن مش بنفس الاسم. ممكن اخد نفس الاسم وادي له بس جزئية بسيطة ان انا بقول بحيس ان هو يفضل بنفس اسم المشروع انا اصلي المشروع عندي مكتوب كاد مش مكتوب باسم المشروع فبالتالي انا ممكن اكتب اسم المشروع. واقول له لو احنا كبير جدا فكل واحد واخد جزء بيشتغل عليه فانا ممكن اكتب اسلام اه تو ماكس بالشكل ده كده واقول له سيف. فاوتوكاد تمنتاشر بالنسبة لي كويس واقول له سيف. وبكده انتهت مهمتنا في الاوتوكاد مش محتاج اكتر من كده. هنقفل الاوتوكاد وهندخل على ثري دي ماكس. لو انت اول مرة بتفتح ثري دي ماكس فبالتالي هتواجهك الوجهة دي. الوركس بيز بتاعتك هي على الديفولت. بعد التولز اللي انت عملت لها سيتاب. لو انت ستابت كورونا فهيكون موجود معاك. لو ستابت في ري هيكون معاك. احنا نشتغل في ري. ولكن الاتنين واحد مفيش اي مشكلة. انت تقدر تطبق معانا الاساسيات اللي هي موجودة في كل حاجة. موجودة سواء كانت كورونا سواء كانت في ري. اللي اختلاف بس ان انت شغال كورونا او شغال في ري. مش هندخل نختلف مع بعض انه الكورونا احسن او في ري احسن. انت اللي بترتاح معاه اشتغل به. الاتنين والاتنين حاليا هما من نفس الشركة. فما فيش اي مشكلة. اه بالنسبة لي انا بارتاح قوي مع الوركس بيز اللي اسمها ديزاين ستاندرد. واللي انا واخدها وكاتب منها اه ووركس بيز خاصة بيا اسمها اسلام هشام. مضيف عليها بعض الاضافات. لغيت بعض الاجزاء لما بشتغلش بيها كتير. بحيس هزبط بس الوركس بيز. فلو هنضغط في الوركس بيز كده ونقول له ديزاين ستاندرد. هتبدأ بعض الموديفاير وبعد التولز هتبقى موجودة عندي عبارة عن ايكونات. هتبتسهل شوية في الشغل ان انت بتوصلها اسرع. فلما هنضغط ديزاين ستاندرد بالشكل ده كده. طبعا هي متزبطة شوية لانه وانا كنت مزبطها لنفسي ولكن انت لما هتروح عليها هتكون الكورونا عايم بالشكل ده كده هيكون الجزء اللي على اليمين بالشكل ده كده. بقى التولز هتكون موجودة عندك ممكن تلاقيها هنا فانت بالتالي بس بتغير من فوق من هنا كده للتولز اللي انت محتاج تشتغل بيها. احنا في الغالب هنبقى بنشتغل هنا ولما هنشتغل الماتيريال هنروح على الماتيريال وخلاص. فالموضوع هيكون عبارة عن هي قدامي لها ايقونات هتكون بالنسبة لك سهلا ان انت توصل للحاجة اللي انا بعملها. آآ بعض اللي فوق هنا هي موجودة اصلا في فاحنا هنشوف ازاي هنطلقها لما نحتاجها. آآ بعض التولز تانية اللي هي زي الجزء ده ده انا عامله وقت ما هنحتاجه او وقت ما انهاجه اشتغل به اكيد هقولك انت بتعمله ازاي لو انت لسه مستطب طبعا هتلاقي دلوقتي كل الاجزاء عايمة عندك اي جزء عايم انت بتيجي على الاجزاء المنقطة فيه من على الشمال كده تضغط وتسحب هتلاقي بيتحرك معاك. لو خدته على الشمال خالص تقدر تسيبه هنا تقدر تسيبه فوق مفيش مشكلة بالنسبة لك. انا خدته عندي على الشمال تعودت على كده بس. بالشكل ده كده. بالنسبة لي كده الموضوع طيب ومفيش مشكلة. مش محتاجها خالص. بيدي لك اربعة اه مشاهد بالشكل ده كده. عندك 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 الاربعة مش دول السابتين بالشكل ده كده. لعل هتقدر تعدل فيهم براحتك. لو انا حابب اتحكم في مقاسات كل واحدة فيهم فقدر اقف كده اقدر اتحكم فيهم الاربعة مع بعض ما فيش مشكلة. لكن لو انا واقف ما بين اتنين بس اقدر اتحكم فيهم بالشكل ده كده. هيقدر اجيبش ايمين في شمال او فوق في تحت. تمام? موضوع بسيط جدا. لو انا اضغطت هنا اقدر اخدهم تاني في السنتر. لو انت مش حابب تعدل من هنا كده بايدك. لأ عادي ممكن تدخل من التولز من هنا كده تقدر تختار الستاندرد بتاعتك اللي انت عايز تشتغل بها ايه? تمام? انا ممكن اشتغل تلات شاشات بس. ممكن اشتغل بشاشة واحدة بس. زي ما تحب. المهم ان احنا نبقى عارفين بس ان اي شاشة اقدر اغير فيها زي ما انا محتاج. اه لو انا روحت مسلا على الشاشة اللي فوق هنا الفرونت. بمجرد ما بضغط طبعا في لون بيجي عليها مميز كده بيعرفك ان انا اكتف الشاشة دي. تمام? هتلاقي هنا كلمة تقدر تعدل منها الاتجاهات اللي انت محتاج تبص عليها سبعا. ارسو طب بوتوم فرونت باك ليفت رايت. زي ما انت محتاج. الباقي كله طبعا هنعرف كل حاجة في وقتها. دولة الاتجاهات لو انت حابب تغير منهم كده بالشكل ده ما فيش مشكلة. طيب. لو انا حابب الشورت كات الشورت كات بتسهل جتير بي يو تي اف ال بتسهل كتير جدا الحاجة اللي ملاهاش في الشورت كات اعرف ان الشورت كات بتاعها ده يستخدم في حاجة تانية في سري دي ماكس. فهو محجوز لجزئية تانية. فما ينفعش ان ان انت تستخدمه هنا تقدر تقدر تدخل على بتاعتك وتعدل تحط هنا شورت كات لو انت دايما بتحتاج بطم. بس في الغالب مش هتحتاج. طيب اه ده حاليا بس المهمة بالنسبة لنا. كمان مهمة او اعرف ازاي اشتغل على شاشة واحدة. اكيد انا بشتغل على لابتوب دلوقتي مسلا بنشرح على لابتوب فبالتالي مش هادر اشتغل على الاربع شاشات. لو انت بتشتغل على شاشة فور كيه الموضوع هيكون مناسب ليك لو بتشتغل الاربع او بتشتغل مسلا على شاشتين او تلاتة اه تلات شاشات على بي سي فبالتالي الموضوع هيكون سهل. هنا لأ. هنا الموضوع انت هتشتغل على شاشة كبيرة واحدة فيهم هنكبرها ونشتغل عليها. فقادر اعمل اه وماكسمايز لاي شاشة فيهم. انا دلوقتي اقدر ازاي اعمل قدامك اه كزا اختيار ممكن انك تروح بس انك تعمل شاشة واحدة بالشكل ده كده. فانت كده عملت او ان انت بتروح من هنا تعمل الايكون اللي على اليومين خالص. او الشورت كات قلت ده الموضوع هيكون سهل جدا بالشكل ده كده. طيب هل لو انا موجود دلوقتي في ومحتاج اروح لأي قائمة تانية ما اقدرش لا اقدر طبعا بسهولة لو روحت اقدر اضغط على طوب هكون في الطوب لو حبيت ارجع تاني ممكن اضغط بي من غير ما اوصل لهنا واروح اضغط على بي لأ انا ممكن اضغط من بي طيب ازاي بروح يمين وشمال ازاي يعني لو في مسلا افترضنا في هنا ما عندي بيتا هوات انا عايز اروح يمين وشمال بضغط على سكرول وببدأ اسحب يمين وشمال او فوق وتحت بضغط على سكرول بس تمام? طيب ضغطتي على سكرول دي لو زودت عليها alt لو ضغطت alt في الكيبورد ابدأ الفة حاوليني المجسم اللي انا مسكو بالشكل ده كده دي اهم اهم نقطتين عشان نقدر نتعامل بعد كده مع سريديو ماكس واحنا شغالين لو شغلت ايدي من على alt يبقى انا بروح بعمل بروح يمين وشمال او فوق وتحت لو انا ضغط على alt مع على سكرول اضغط سكرول وضغطت alt وبعد كده بلف بلف معي حوالين المشهد اللي انا مسكو ماسك بوكس ماسك مبنى اي كتلة هتلاقيك بتلف حواليها تمام? طيب ده كده بالنسبة لنا بس عشان نعرف ازاي نتعامل مع ما تبقاش مخضود قوي واحنا شغالين دلوقتي. تمام? هنبتدي مع بعض هروح تيه طوب واقول له زد. هبقى وقف في المشهد بتاعي. ده لازم اكون اعارف لازم اكون اعارف الروتيت ولازم اكون اعارف الضغطة طويلة كده وضغطة بس على اول ده مو بقدر احرك بي اي مجسم ده بقدر الف بي اي مجسم ده بقدر اعمل هروح اعمل هدخل فايل الكات بتاعي اقول له فايل امبورت امبورت لان هدخل فايل مش دوت ماكس لو دوت ماكس هدخل بينما الفايل بتاعي مش ماكس مش دوت ماكس فبالتالي اقول له امبورت هروح لفايل المشروع بتاعي واقول له محتاج الفايل ده واقول له اول مرة عندك في امبورت اوبشن تلاقي الموضوع بالشكل ده كده انت كل اللي محتاج تفعله بس وتختار من هنا السنتيمتر. واقول له اوكي. طبعا لازم ادخل من هنا. اقول له محتاج كل اللير. انا عندي مفيش لير انا عندي كل الخطوط هي عبارة عن لير واحدة. وقطعة واحدة. فبالتالي هي دخلة حتة واحدة كده. اقول له اوكي. هتلاقي المشروع بعد ما كانت. الخط ده مكسر في الاوتوكاد. تلاقيه داخل سليم بالشكل ده كده. بيقول لك ان فعلا الى حد ما الدنيا تمام. لسه ما نعرفش هنتأكد دلوقتي. بس الدنيا تقريبا تمام. طبعا في عندي خطوط كده زهرة كتير قوي. اللي هي الخطوط الجرية دي وفي خط هنا غامق قوي بيبين لك نقطة الصفر. لو مش هنا معا كده هنلاقي ان نقطة الصفر هنا. اهي. تمام. فاقول له اختفت. مش محتاجها في حاجة. اول حاجة دايما يدخل لازم اعمل سليكت على كل الاوتوكاد. واقول له جروب من هنا. واضغط جروب واقول له كاد. كده انا مسكت الكاد كله كقطعة واحدة. هتقول لي طيما هو اصلا قطعة واحدة. ده بس يعني عشان المشروع ده. ولكن بعد كده. لأ انت اي حاجة هتدخل هتلاقي مفككة من بعض. هتلاقي كل قطعة الوحيدة هتلاقي الحوائط الوحيدة هتلاقي الفتحات بتاعتك سوان بيبين او شبابيك هتلاقي الوحيدة هتلاقي اللاندسكيب لوحيدها. كل قطعة هتلاقي الوحيدة. فبالتالي لازم تعملها جروب. حسنا بالتالي اقدر اتحكم بس في الاوتوكاد. يعني لو ضغطت على موف تريد تمسك الاوتوكاد بالشكل ده كده اقدر اعمل له موف. يبقى الموضوع سهل. اقدر اتحكم فيه وحركه. ما يبقاش كل ما بجمسك قطعة الاقي ماسك بس قطعة السلم بس او قطعة الباب بس. الموضوع هيبقى مرهق شوية. خصوصا بعد ما هبدأ ابني الموضوع ويبقى في وقطعة. مش هقدر اعمل سلكت على بسهولة يعني. تمام. طيب اه اهم حاجة تانية كمان ان انا حطه على لير لازم ادخل على قائمة طيب. قائمة اللير فين? هنا. تمام? ضغطة واحدة بس بتفتح قائمة اللير. اول عندي واللي هي الديفولت واللي هي دايما هتلاقيها موجودة بالشكل ده كده. ما بقدرش اعادل علىها ما بقدرش اعمل لها هي بس بتشتغل لماكس طيب انا دلوقتي محتاجة اخد الفايل الكات بتاعي ده. جوا layer جديدة هسميها new layer من هنا كده. new layer وهسميها cad. خد بالك ان cad هنا ده layer ولكن هنا اسمه group. تمام? هاخد عندي ال الاتنين دول هاخد الكاد اهو. وهاخد الجروب كمان. فكده الاتنين دول بقوا على layer واحدة. تمام? هعمل new layer جديدة وهسميها ماكس. واللي هي هعمل فيها ممكن تسميها ممكن تسميها المهمة تبقى عارفة عشان لما تحتاجها معدل فيها اي شيء يبقى الموضوع سهل. اي layer عندي بقدر اخفيها واظهرها من هنا بالشكل ده كده زي ما انت شايف. اقدر اعمل لها او دليت لو هي فاضية ما فاش حاجة. اقدر اعمل لها ان انا ما اقدرش احركها ولا اقدر امسكها اقدر الغيها من لو انا لغيتها كده مش هتترندر. اقدر اخليها تظهر معادي اس بلاي ازا بوكس. لو انا معي layer تقيلة جدا ومحتاجها تظهر عبارة عن بوكسات. طيب انا هختار دلوقتي ان انا اكتف اللير بتاعة الماكس. هضغط بس ضغطة بسيطة هنا كده وخلاص. كده معنى ايه? معنى ان انا اي رسمة هرسمها جوه هتترسم جوه اللير دي. خلينا نجرب كده. رسمت بوكس. البوكس ده اينام هو بين ك2D ولكن هو 3D وهنشوف مع بعضها دلوقتي. حامل له delete delete من الكيبورد الموضوع انتهى. هقفل دلوقتي layer مش محتاجها. ممكن تعمل لها minimize وتكون موجودة عندك هنا. اللون شوية لحد ما مش كويس بالنسبة لي. فممكن اغيره للون يكون مناسب شوية. نخلي اللون افتح بحيس يبان في التسجيل. تمام. اتوقع ان هو واضح قوي. لو بصنا على AutoCAD طبعا للأسف كله كقطعة واحدة واضح معي كالون واحد فبالتالي الفرنتشر لو في فرنتشر او الفتحات او الكتابات اي اجزاء تانية غير الحوائط هي الدخلة معي في الحوائط. ففي هنا اجزاء كده هي عبارة عن ديكورات هي موجودة على الحوائط بس بتاع المبنى اللي هو زي القطعة دي كده. وده عرفتم منين? عرفتم من الملفات الPDF اللي جايلي مع الشغل. لو انا رحت على AutoCAD وراحت على الوجهات من هنا. هتلاقي انه اصلا الديزاين كان موجود خلاص ويمكن كمان بدأوا ينافزوا آآ في حوائط وكده. فتلاقي انه كان فيها بعض الدكورات زي الاعمدة دي. وهي موجودة عندي. موجودة عندي في في البلان اللي هنا. بالشكل ده. ده اجزاء زيادة. انا ممكن ما اشتغلش بيها هي عبارة عن ديكورات بس محتوطة على الوجهة. آآ احنا محتاجين الوجهة طبعا زي ما انت شايف بعض التفاصيل اللي وصلتني. انه ده شكل الرندر النهائي انه هو محتاج يكون نفس المود ده موجود في الرندر يعني. والجودة الرندر. فواضح ان الشغل بتاعنا هو تمام? مع بعض التفاصيل الشرح اللي اتشرحت لي آآ او كفيديوهات آآ بس عشان خصوصية بس العملاء او كده فمع درش ان انا اشير كل حاجة فبنشير بس الاجزاء المهمة. تمام? محتاج ان انا دلوقتي اتأكد بس اول حاجة انه ده فعلا مزبوط. انا مش استحالة ابدأ اشتغل وبعد اما اخلص اكتشف انه ده مش مزبوط. فاول حاجة محتاج اعرفها هي البود ده هل هو فعلا اتنين متر عشرين زي ما انا عملته? لو هو مزبوط يبقى كل حاجة مزبوطة هنا. طيب انا عرف منين? ابسط طريقة هو ان انا اعمل بوكس. فعلا مقاسه اتنين متر عشرين. ولو طلع نفس ده يبقى انا كده تمام. طيب هروح اعمل كده منين? هروح من كريت. من كريت هقول له انا عايز قيمة ديومتري لان بص في قايم هنا فوق كل قايمة لها اسم. تمام? عشان تعرف اسم اي قايمة محتاج بس توقف عليها شوية هتلاقي اسمها كريت. طيب كريت دي مقسمة لاجزاء تحت اللي هو ده. تمام? برضو اي قايمة محتاج بس توقف عليها. شوية كده هطلع لك جيومتري. تمام? طيب. كل قايمة لما بتختارها بتختلف الاجزاء اللي تحتها. تمام? اه لو انا عايز اعمل كتل ثري دي يبقى انا في جيومتري. لو اعايز اعمل خطوط هروح للشيب. لو انا عايز اعمل اضاءات هروح لللايت. لو انا عايز اعمل الكاميرا هروح للكاميرات. هم بس اربعة دول مهمين اهو دلوقتي. تمام? نعرفهم بس. فانا دلوقتي اعايز اعمل بوكس. يكون المقاس بتاعه هو تنين متر عشرين. فحعمل بوكس كده. وهبدأ اخد البوكس ده عايز ارسمه من اول النقطة دي للنقطة دي. بحس النوع يكتب لي في البرامتر عندي هنا ان دي تنين متر عشرين. لو انت اخد بالك ان البرامتر بتاعتي نزلة تحت لان هي شاشة بتاعت صغيرة بتاعة اللاب توب. فبالتالي انا محتاج بس اقف هنا كده. لحد ما الماوس يبقى ضغي شكلها يدغير. وابدأ اسحب ناحية الشمال شوية. مش كتير قوي. ولكن بمجرد بس ما القايم اللي هتبقى تحت بعض تيجي جنب بعض بالشكل ده كده. فالموضوع يكون بيسهل عليها شوية انه لما هجاء ارسم حاجة هبقى شايف البرامتر بتاعتها. تمام? لو انا رحت هنا وجيت ارسم بالشكل ده كده. هترسم فعلا البوكس. ولكن البوكس مش مزبوط مش بادئ من النقطة دي. وبينتهي بالنقطة ليه? لانه انا رسمت حر. تمام? فبالتالي هو قال لي اه اتنين ستة وعشرين. وبعدين اتنين ستة وعشرين مش كاتب يعني ده ايه? اتنين ستة وعشرين ده متر? ولا سنتي? ولا ميلي? مش عارف. تمام? طيب هعمل للبوكس. يبقى انا عندي مشكلتين. عندي الوحدات اللي بتظهر عندي في مش واضحة. وعندي مشكلة تانية انه انا محتاج ابدأ من نقطة وانتهي بنقطة. طيب اول نقطة انه بتاعي بقى واضح هنا انا بقى اشتغل بالمتر ولا بالسنتيو ولا بالميلي فهروح من وهروح من هختار من هنا ان انا محتاج اشتغل بالمتر واقول له انا عايز بقى اشتغل بالميلي ولا بالسنتيو ولا بالمتر ولا بالكيلو متر. انا حاليا دلوقتي ممكن اشتغل بالمتر بس. لحين ما نوصل لمرحلة كده هبدأ اشتغل بالسانتين. انت بالطريقة اللي تريحك. واقوله اوكي. كده حطيلي حرف الام جنب كل رقم. فلما ارسل مسلا بوكس بيقول لي ده متر ستين. تمام? وهكزا يعني انا ممكن كمان لو انا عملت البوكس ممكن ادخل من هنا كده واحد. وان بوينت فايف متر ونص فاوكي خلاص. بقى انا عارفت ان ده متر ونص طيب ده اتنين متر عشرين. يبقى انا لازم افعل اوبشن تاني بيخليني امسك من هنا لهنا. وهو الاسناب. لو فعلت الاسناب. وبتديت اعمل اسناب بص بيعمل اسناب على حاجات فاضية ليه? لا هو بعمل اسناب على الجريد. شايف الجريد? جي من الكيبورد بيظهر للجريد. جي تاني من الكيبورد بتخفي الجريد. انا بخفيها وانا اشغال على الخطوط عشان يبقى الموضوع اسهل بالنسبة لي. تمام? ابقى باتعرف على طول على الخطوط اللي انا محتاج ارسمها. طبعا الموضوع ازا ما احنا اتفقنا عشان جاي من الخطوط كلها بلون واحد. انت الطبيعي هتلاقي في الشغل بتاعك لو انت شغال في شركة هتلاقي ان فائلات الكادة اللي بتستلامها ان المعمار اللي شغال هتلاقيها بتستلامها كل حاجة بلون. كل حاجة بتون. حتى لما بتتطبع بتتطبع كل حاجة بتون. فبتقدر بتتعرف بسهولة على كل حاجة. انما حاليا احنا كله تون واحد. كله لون واحد. اعمل ايه عشان احل المشكلة دي. قال لي لو ضغطت كليك يمين. كليك يمين. احنا عشان نفقق اعلى الاسناب ضغطنا كليك شمال. عشان بقى اخد اوبشن هضغط كليك يمين. بيقول لي انت بتعمل اسناب على الجريد. لأ. هقول له كلير قول عشان ممكن يبقى فيه اختيارات تانية. هقول له بس انا عايز على الورتيكس. واضغط اكس. ما تضغطش كلير. اضغط اكس. ما فيش سناب على الفيرتكس. شايف? اوكي. بدأ ايه سناب على الفيرتكس. لو خدت نقطة من هنا ضغط على الكلك شمال وسحبت ما شلش ايدي. الا لما اوصل عند النقطة التانية. كده قال لي فوق هنا بص بص على الرقم اللي هنا فوق هنا. قال لي ان الرقم ده اتنين متر وعشرين. يبقى ده كده اتنين متر وعشرين. خلاص ممكن اضغط كليك يمين قبل ما سيب الشمال. كده ولا كأني رسمت حاجة. ضغط كليك يمين قبل ما سيب الشمال. لان لو ضغط شوف بعمل بان بس بالسكرول. بعمل بان بالسكرول. بجيب حتة مساحة فاضية بس. لو ضغط كده وسحبت انا كده رسمت طول في عرض. بص كده على الشمال عندك. رسمت طول في عرض. بضغط واسحب ما شلش ايدي من على كليك شمال. كده انا رسمت طول في عرض. عشان ارسم في الهاي عشان اعرف بس المقاس بتاع الارتفاع كام. هشيل ايدي من على الكليك. وابدأ احرك كده الفوق لتحت. بص تحت هتلاقي بياخد بالسالب فوق هتلاقي بياخد بالموجب. ازا انا برفع البوكس ده ارتفاع. تمام? طيب انت هتقول لي البوكس ده اصلا تو دي. لأ البوكس ده ثري دي. انت شايف من الطوب وكمان شايف واير فريم. شايف? كلمة طوب وجنبها ستاندرد جنبها واير فريم. واير فريم بيبين لك المشهد بتاعك برا عن خطوط. انا لو نزلت ضغطت دلوقتي على سكرول وضغطت على الت. وسحبت الماوس هتلاقي ان البوكس بص. له ابعاد. طول فعرضه في ارتفاع. لكن هو باين واير فريم. لو قلت له واير فريم. عايزو ضيف والتو شيدد انا بقيت شايفه مصمت. لو طلعت طوب هلاقيني شايفه برضو مصمت. طب انت لما طلعت طوب بليه جيت على البوكس على طول لاني ضغطت زد. لما بتبقى نازل تحت بالشكل ده كده بتضغط طوب احتمالية كبيرة ما توصلش عند البوكس. فعشان كده بضغط زد. دايما ايدي بتبقى واقفة على الطوب والزد مع بعض. فدايما هتلاقيني وانا شغل بضغطي زد. فبالتالي هتلاقيني بوصل على طول الحاجة اللي انا مساكة. عشان اخرج برا فكرة ان انا عمل بقى اعمل كريات لان انت طول ما انت بتعمل كريات هو بعمل كريات. يا اما تضغط على موف يا اما تضغط كليك يمين. كده انا خرجت برا الامر. كليك يمين. خمسح كل دول. انا من هنا الهنا. فطلع الدنيا تمام. بس انت لو ضغطت دلوقتي على الاسناب ده ده اغطى طويلة شوية هتلاقي انه بيقولك انت ممكن تقدر ترسم على الاتنين. اتنين ونص تلاتة. لازم اعرف الكلام ده? او لازم اعرف لانها بتدي ارسم. فانت لو هتفضل على ثري دي هتغلط هنا كتير. لازم هشتغل بالاتنين ونص. وليه بالاتنين ونص مش بالاتنين? تم اشتغل بالاتنين. يعني الاتنين ونص اوبشن في حاجة زيادة كده مقطة بس زيادة بتخليني اشتغل مجتاحة وانا اشغل. خليني ناخد الفرق ما بين التلاتة دلوقتي. بحيث نبقى عارفين واحنا اشغلين اشغلين ازاي? لو جنا في مساحة فاضية هنا. وقلت له محتاج ارسم مثلا بالاتنين. محتاج ارسم بوكس. فارسم بوكس عادي. طيب لو رسمت بالاتنين ونص رسم بوكس برضو عادي. لو رسمت بالتلاتة رسم بوكس برضو عادي. طب هل في فرق مثلا تاني ما بينهم لو انا رسمت لأ هم التلاتة هيطلعوا بالشكل كده لو انا برسم حر برسم في فراغ. تمام? لو نزلت دلوقتي ابوص عليهم من الفرونت هتلاقيهم التلاتة مرسومين على الارض. لان برسم حر. مبرسمش آآ على اساس حاجة معينة. تمام? طيب. لو طلعت التاني طب وجيت مسحت التلاتة دول عملت سلكت عليهم بالشكل ده كده ضغطت وسحبت وسبت بعد ما عديت عليهم التلاتة وبعدين عملت دريت. لو جيت خدت بوكس وقلت له لو سمحت انا عايز ارسم على الاتنين. عايز ارسم بوكس بالشكل ده كده. طب هو هيرسم كده فين? رسم على الارض. لو نزلت كده هتلاقي ادى خط الصفر هو رسم على الارض. اعرف منين ايه الدليل. لو جيت خدت موف ومسكت البوكس ده هتلاقي البوكس ده مرسوم على الارض. اهو صفر. وبعدين بيقول لك واي واي اكس. ليه? لان انا دلوقتي الزد ده عندي اللي هو الارتفاع. لو ضغطت بيه كده هتلاقي الزد اللي فوق. وده اكس في واي. تمام? طلعت طب برضو. هتلاقي ده واي وده اكس. اهو. اكس الاتجاه ده. لو انا اخدته كده. ابتديت هتحكم فيه هنا كده. هتلاقي مكانه بيتغير هنا. تمام? انا لو قلت له دلوقتي عايز ارسم على الاتنين برضو. بوكس بس من النقطة دي. بوكس من النقطة دي هيرسم لي بوكس عادي. ما فيش فيه مشكلة. طول في عرض في ارتفاع. اهو. لو رحت من هنا على الفرونت هتلاقيه مرسوم على الارض. اوكي. طب لو قلت له اتنين ونص. ورسمته من النقطة دي. هتلاقيه برضو بيرسم على الارض. طب لو رحت وقلت له تلاتة. وجيت ارسم من النقطة دي. وراحت هتلاقيه رسم فوق. ازن الفرق الوحيد دلوقتي ما بين التلاتة. ان التلاتة ده بيرسم بياخد النقطة اللي فوق. ملوش علاقة بالنقطة اللي تحت. الثري دي بيقرأ النقط اللي طايرة. بيقرأ النقط اللي فوق. وابدأ يرسم فوقها. فازن انا لو محتاج ارسم مسلا اه مع عندي اه اه ترابيزة ومحتاج ارسم بوكس على الترابيزة من النقطة في الكورنر بتاعها. اقدر امسك اللي سناب بالثري دي. وابدأ ارسم بوكس كده فوق. تمام? هيرسمه دي على الثري دي. الدليل ان انا فوق ان انا لو مسكت البوكس وخدت موف هتلاقي ان هو بيقول لي ان انت رسم على الاتنين. والاتنين دول اللي هم اصلا ارتفاع البوكس التاني ده. اه اتنين. وده مرسوم على الاتنين. بس ارتفاعه كام? اتنين. ممكن اغير ارتفاع معادي. اه. تمام? طيب. هل في فروق تانية? اه في فروق تانية. شايف البوكس اللي هو طاير ده. اللي هو على ارتفاع اتنين متر. اهو. لما نمسكه كده ارتفاع اتنين متر. خليني ارسم بقى كده. فوق هنا. فوق هنا. بالاتنين. ما بيمسكش فيرتكس. بص انا بقول له على الاتنين. ما بيمسكش فيرتكس. طب لو قلت له اتنين ونص. وابدأ اعمل بوكس. بيعمل. ولكن اتنين ما بيعملش سناب. هو يرسم. بس هيرسم على الارض. لكن مش هيرسم من اول النقطة دي. مش هيرسم من هنا. فاهمني? هيرسم هو عادي بيرسم. بس ما بيرسمش من النقطة دي. لانه هو مش عارف يسناب عليها. لكن لو قلت له اتنين ونص. هيسناب عليها. ويرسم على الارض. لكن لو قلت له تلاتة. هيسناب عليها. ويرسم فوق. لو انت رحت كده. هتلاقي ان الاتنين. اهو بس خلينا نعمل الارتفاع بتاعه او الارتفاع بتاعه الفوق. الاتنين ونص عمل اسناب على النقطة اللي فوق. بس رسم على الارض. بينما التلاتة عمل اسناب فوق على النقطة ورسم فوق. وده الفرق. ان الاتنين. الاتنين ده بيرسم على الارض. بس ما بيعرفش اسناب علي اي نقطة طايرة. بيسناب بس على النقطة اللي على الارض اللي اتنين ونص بيرسم على اي نقطة سواء طيرة وسواء على الصفر بس بيرسم فين على الصفر التلاتة بيسناب على اي نقطة سواء كانت على الارض سواء كانت طيرة بس النقطة اللي على الارض بيرسم بعدها على الارض والنقطة اللي طيرة بيرسم فوقها بس كده لذلك طول ما احنا شغالين هتلاقينا شغالين اتنين ونص طول ما انا بعمل اكستروت للفايل بتاعي? هتلاقيني شغال بس بعمل اتنين ونصف. عشان اي نقطة في الكاد طايرة فوق او على الصفر يرسمها على الارض. لان كده كده انا هشتغل الدور الارض كله على الارض. هقول له وهبتدي اعمل للمبنى بتاعي. هاروح من هنا من تقدر تعمل للحوقت بتاعتك بالبوكس. بس الاسهل انك تروح تقول له انا عايز ارسم باللاين. هو عبار عن خطوط زي ما انت شايف بالشكل ده كده. بضغط نقطة واشي ال ايدي. بضغط نقطة واشي ال ايدي. بالتالي كده انا بارسم. لو انا احتاج تقف لحد هنا كده هتغط كليك يمين. انا كده انهيت الخط. هقول له delete مش محتاج الخط ده. وهبتدي ارسم الفايل بتاعي. لو انت بتشتغل اوتوكاد كويس تقدر تعمل بولي لاين للحوائط كلها. وتيجي هنا بس تعمل لها اكستروت. ده هيكون اسهل بالنسبة لك. لو انت بتشتغلش اوتوكاد هيكون هنا برضو سهل بالنسبة لك. احنا كل اللي هنعمله هنمشي على الفايل بتاعنا بخطوط. وهنعمل لها اكستروت. بس كده. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.